السلام عليكم أخوتي وأخواتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي في هذا الفيديو أخوتي جي من لكم موضع هامة للغاية نيتنياهو الآن ره متوجه إلى المروك يعني ره جاي الآن قرب الجزائر مباشرة قادر تستقصوني بسرعة وش رح يدير نيتنياهو في المروك خلني نقول لكم باللي ملك المروك هو اللي طلب منه الحضور يادرى على هذا السبب بذلكنا عارفوا أيضا في هذه الخبرة رح نشارك معكم موضوع هام للغاية هناك الآن مشروع ضخم تقوم الجزائر بإنجازه مع النفس ويعد من أضخم المشاريع النووية لدلتها الجزائر ضهنا لكم التفاصيل تعوتي أيضا الجزائر الآن في مجلس الأمن تفتح النار على الأحضاء وتعاتبهم لما يحدث في فلسطين خصوصا بعد وفاة ولا استشهاد الكثير من عمال الأنروا هنقول لكم أيضا بالفيديو مدينة العيون المحتلة في السحراء الغربية يعني صاروا فيها المواطنين وضدموا على المستوطنين وطاردوا الشرطة منها الشرطة المروقية وعدنا المزيد من الأخبار الهم للغاية لاحن شاركوها معكم في هذا الفيديو يعني مواطن جزائري يوزع الكنطال ومجانا على المواطنين ليس لأن الفيكهة فزدت ولا شيء مثل قبيلة وإنما طيبة خاطر كما لكم تشوفوا خوتي هذية أبرز عنا من أخبار اليوم وبلما نبدأ التفاصيل ما تنسوش الله يحفظكم تكليكون على زر اللايك تشتركونا خوتي في القناة تفعلوا الجرس الأمور هذي كلها كما لكم حتدعمنا نصدقوا كل حملات السينيال أيضا الأهم من كل شيء هو الاشتراك في القناة الله يحفظكم خوتي أنوهم شوفوا معي هذا الفيديو وش حالة واجهة منه خوتي لجزائري يعني تاجر بالكنطالو فجأة قرر يوزع قرر يوزع مجانا على المواطنين صراحة أن الأمر لا تشوفهمش بارتوخاتي تشوفهم غير في الجزائر أروح نحضر إلى أحد أثخم المشاريع لأننا عاولت ديرها الجزائر قلق استعراض إنجاز الجزائر في ميدان استخدام التكنولوجيا النووية بالنمسا الآن هناك مشاريع نووية ضخمة رهي قادمة إلى الجزائر مع الصين ومع روسيا أحدهم يفوق حتى العشر ملاير دولار هذا الموضوع خالتين رح نشاركه معكم في الفيديو القادم لأنه في الفيديو القادم رح نحكي لكم على عشرة أثخم مشاريع جزائرية لسنة 2025 موضوع مهم جدا خاطئ ردوا بالكم ترطوح وبخصوص أضخم المشاريع عدنا هذا المشروع مع النمسا بخصوص التكنولوجيا النووية أولا الكثير من الناس يسمع النووي يجي في باله القنبلة النووية ولا الأسلحة النووية وهو الأمر غير صحيح النووي معظم استعمالاته الآن في العالم يعني 99% من النووي يستخدم في الطاقة يعني لا يستخدم في الأسلحة في الطاقة وفي التكنولوجيات الأخرى الآن الجزائر رح تشارك في أشغال الدورة العادية 68 مع النمسا لدراسة استخدام التكنولوجيا النووية في الجزائر وسبل استخدامها وكيفية استخدامها الطاقة النووية خوتي ذا مكتش عارفين تقوم بإنارة 80% من فرنسا بأكملها يعني البلد كومبلي يمشي بالطاقة النووية أيضا كثير من الناس يظن بلي الجزائر تمتلك مفاعلين النور والسلام لاستخدامه في الطاقة النووية لكن خوتي هذوك المفاعلين ما همش مفاعلين يعني لا يتم استخدامهم في الطاقة النووية فمثلا قال لك مفاعلين النور والسلام النوويين في الجزائر يستخدمان بشكل رئيسي لأغراض بحثية وطبية ويتم الاستفادة منهم في البحث العلمية الانتاج الطبي والتدريب والتأهيل يعني هذا المفاعلين صغار بزافة لا يتم استخدامهم في انتاج الطاقة النووية لكن الآن رحمة توجه إلى انتاج حقيقي للطاقة النووية مع العديد من الدول كما رح نشارك معكم وأكثر حاجة تثبت هذا الأمر هو حضور الجزائر لمثل هذه الاجتماعات رحم خاصة الجزائر ملايير الدولارات لهذا المشروع نحن أحكيكم كما قلتكم في الفيديو القادم ونشارك معكم الفوائد تستخدمات الطاقة النووية في الجزائر أيضا في الخبر ويعني للناس اللي لا تقدر تشوف في هذا الفيديو جريدة E24 نيوز العبرية تنشر خبر واش تقول فيه يعني قال لك ملك المغرب يقوم بتقديم دعوة لنيتانياهو الخاص بإسرائيل ما فهمش على أعطاه هذا التعبير النيتانياهو الإسرائيلي لدعوة لزيارة دولة وبهذا الخصوص يعني الكثير يتساءل هل سيصح أحي يتوجه نيتانياهو إلى المروكة ولا نيتانياهو هذا ما يقيمش حتى المروكة يعني يشوفهم أدنى منه لأنه في الكثير من المرات نيتانياهو يهين المروكة عند مشاركاته لخريطة المغرب بدون الصحراء الغربية يقعد يستفز فيهم كل دقيقة يلعب لهم بالمشاعر وطبعا الآن فلسطينيين رغم كارهين المراركة خصوصا بعد نفاقهم الكبير والمروك رسمية سميت بأكبر بلد منافقة الآن في العالم شوفوا عليه قالك خيانة الملك الفلسطيني هذه صفحات فلسطينية تنشر هذا الموضوع شوفوا عليه قاله خيانة قالك الصمت الأكثر إثارة للاهتمام حول الحرب في غزة مروك منذ انطلاق الحرب ضربت تنح وحكمت الطرف وشدة العصال من نص ما حبتش يعني تروح تهاجم إسرائيل ولكن أيضا ما حبتش تدافع على فلسطين قالك في العالم العربي وهو صمت ملك المغرب محمد السادس يعني قالك هو أكثر صمت إثارة الذي تضعه صفة رئيس لجنة القدس في مواجهة مبدئية وجوب التعبير عن الذات وحتى تصرب في مواجهة الأحداث الجارية إموجينيو يعني رئيس لجنة القدس لنرمامو أكثر شخص يدافع على القدس ره ضرب بالنح وره ساكت قالك نرمامو هو لي ره يهضر للبزاقة لكن السبب يبدو تجاريا للغاية عندما اتخذت المملكة خطوة التطبيع مع إسرائيل في 2020 ضمن اتفاقية إبراهيم حاول القصر الملكي إقناع رأي العام المغربي بقبول القرار من خلال إبراز مصلحة المغرب البلاد منذ أن جلبت التطبيع إلى إسرائيل في المقابل لواشنطن سيدة المغربية على الصحراء العربية وحتى في خضم الحرب لم تربح المغرب ولا شيء منذ أن طبعت المروق مع كيان صهيون إخوتي وهي تتلقى الخسارة بعد الأخرى لم يتم الاعتراف لا بالصحراء وزيدوا ربح العيم لكامل الدول العربية والإسلامية ومؤخرا كما راكم تشوف رميه هربوليجون من المروق المروق راية تسيي جاهدة لوقف هروب الشباب من بلدها إذا السبتة إلى أنهم لم يستطيعوا أما بخصوص الدول اللي راية تهضر وما هي السكتة فعدنا الجزائر جزائر خوتي حتى قبل 7 أكتوبر كانت دائما ترافع وتدافع عن فلسطين لكن مؤخرا أيضا صرت ضربة مؤلمة جدا لعمال الأونر والرام يقدموا المساعدة لشعب الفلسطيني وهذا الأمر خلى الممثل الجزائر عمار بن جامع يتحدث في مجلس الأمنة ويقولون لكم مشغال بس حخوتي ارتفع الآن حصيلة الشهداء في فلسطين إلى أكثر من 41500 شهيدة ربي يرحمهم ويسكنهم في سيحة جنانه العادة حخوتي الحقيقي أكثر من هذا بكثير ومن ذلك تقديرات تقول لك باللي في الحقيقة ركاين أزيد من مئات الفلسطيني شهيدة حتى الآن وهذه بلا من الحزب المصابين يعني إموجينيو أكثر من 15% من الشعب الفلسطيني الآن رهم شهداء يعني تعغزة وربما 20% وحد أخرين مصابين يعني إذا كنت عايش في فلسطين عندك احتمالية 50-50 تضربك سيروخي قيسك سوفوا الفيديو خوتي هذا ما رأيناه شكرا جزيلا سيدي الرئيس بداية يجب علي أن أتناول مسألة جد خطيرة فإننا مؤخرا قد فقدنا ستة من الموظفين بالأونروا في الهجمات الإسرائيلية فإن هذه ليست مسألة فقط يجب أن ندينها بل هي تذكرنا بشكل صارخ بالتأكل الخطير للمعايير الدولية التي لا طالما سعينا لإرسائها هذه الحادثة إضافة إلى الهجمات على الأفراد أيضا خوتي الفيديو هدرها طويل بزيف وخلينا أعطيكم المختصر تعرف في تسع دقائق شوفوا باختصار وش قال ممثل الجزائر قال فقدنا مؤخرا ستة من موظفي أونروا في هجمات الاحتلال الأمر ليس مسألة نريد أن ندينها فقط بل هو يذكرنا بشكل صارخ بتآكل المعايير الدولية الخطير التي لا طالما سعينا إلى إرسائها يعني بانقاوساين ذكرنا خضرة فقط عام دائما نسي يدير قوانينه لكن كين طرف ره يتم اغتصاب حقوق الطرف الآخر قال هذه الحادثة إضافة إلى الاعتداء على العاملين في الحقل الإنساني بما في ذلك القافلة التابعة لبرنامج الأغذية العالمية هي خنجر في صميم العمل الإنساني هنا رأي يشير إلى أن المساعدات رأي تصل إلى فلسطين رأي تم التعرض لها من طرف المستوطنين لريد السلاح وطبعا هذا بقبول من الحكومة الصهيونية تخليهم يدير العمر أخينا قال نحن نقف الآن عند منعطف خطيرة فكلما طال أمد الإفلات من العقاب رأينا بأن القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف تصبح بلا أهمية وإسرائيل رأي يظن بلي رأي يرابح في هذا الموضوع لكن خوتي رأي في كل يوم يمر معادات السامية رأي تزيد تكثر كي أن حتى يهود أبرياء رأي يروحوا في اللعب بسبب هذا الأمر وخليني أقولكم خوتي بلي مسألة وقت يعني كما يقولوا إحنا هذا الدنيا دوارة ورح يجي الدورة عليهم بإذن الله إذا جاء الدورة عليهم واحد ما راح يرحمهم لأنهم هم ما همش راح مني الشعب الفلسطيني كنت عن شارك معاكم هذا الفيديو سالعيون وصح عندي مواضع أخران يحب نشارك معاكم ودخلوه للفيديو القادمة هذا الفيديو خوتي كان زوج واحدة زوج شخصيات الموتى عليهم أنا صراحة للأسف والله ما يعف عليهم أنا عرش أسماوتهم ولكن الفيديو تتحهم يظلوا يخرجوا لي اللي يعرف أسماوتهم يقول أنا خوتي واحد ويني روح يرجحها خضرة هذا التح خضرة بإذن الله وقيل واحده راح غارس كثر من عشر آلاف شجرة في البلد ورح مشجع على غرس الملايين لأنه كثير من الجزائرين يكيشفوه يحبوا يغرسوا الشجرة وكنا شاركنا معاكم أهمية التسجير يعني درجات الحرارة تنخفض في المناطق اللي فيها بزف الشجرة أيضا هذا الآخر الآخر هذا خابسي ثاني كما نعرفش اسمه للأسف شديدة هو تاجر جزائري ولكن من أكثر الأشخاص تعراضا وترويجا للمنتجات الجزائرية من الفواكه الطبيعية إلى المنتوجات الجزائرية مثل المورجانة وكثير من المنتوجات الأخرى ويعني باش يرويج المنتجات الجزائرية يعني يعطي لفرنسا يتمعك خاش هو إذا عايش في فرنسا يعطي لهم أحيانا عينات يذوقوها باطل وقدر حتى يقنع فرنسيين يجوا للجزائر بالسياحة أولا وقدر حتى أكثر يقنعهم يجوا يستثمروا ويشروا هذه المنتجات الجزائرية باش يعودوا يبيعوهم ولقوا نجاحا كبيرا بهذا السبب أرشاكم خافتي في هذا الشخصين واحد عنده هاشتاك خضرة بإذن الله والآخر كيبا قلت لكم أكبر مرويج المنتجات الجزائرية في العالم قلوا نرى لكم في التاريقات حول ليه يعرف اسموتهم يقول لهم من أخوتي أخيرا نشارك معاكم غير ذا المروحية قلت لكم مروحي نشارك معاكم هذا الميسراحية ونختموا الفيديو زوج أمراركا حبوا يطيحوا زعما جزائريين ولكن ما تقدش تلعبها للجزائريين لأنه احنا نعرفوا اللهجة التعنا أولا والمروكي كما يقولوا عنده واحدة اللهجة ثقيلة بزيف ما يقدرش تخلى عليها أسمع الحكاية أسمع عودنا قصة ديالك من الأول كيفاش نقصي الحدادة كيفاش جيش المغرب كيفاش جيش كل فكرة كيفاش جيش المغرب زعما هذا تزيري يحرق للمروكا يرا ايه كيفاش جيش المغرب كيفاش جيش المغرب كيفاش جيش؟ أخوان اللي استوارتها كتفي وهران شخصان أني وهراني خلال شي تعاه وهران السلام عليكم جتني فكرة بني الحق للمغرب ركفا لأي شغل زعما غاية الدعوة هنا يا مقعدش هنا رحلي يا مقعدش هنا قادة مي من ولش الله جير يا ركفا كما يسموها بذل لغة خاشب هذي سموها أيها انفو الحقت هنا لغاش يقدروني بسم الله بارك وجداوه ناس قاضا سيديعلي أزمور بارتو الشبيب غاية شي كما يخبرونا هذو توعنا تعامرار كاسو هيا بولي تيك خاوي وخلاصة حد الإن مزمه بينيش ما وهراني خاوتش أنا عندي بزرس حبيب الوهران لدي الخضره مش تعوهران أيها كل حقت هنا كازا صبت الدعوة غاية ورني حوس على بابي نعم حوس على جيش كيف تعرفو خاوتي بلي مروكي المراكة عندهم الحرف التا ينطقوه بتشا جعوة خايا جنسية مغربية إذا يمدوها لي مغادوان قاعد هنا حوس على جنسية مغربية إذا مدوها لي مغادوان قاعد هنا راح تلي لا كارت راح ولي دراهم راح لي تليفون من الله غالب أني حوس نقاعد هنا وخلاص ما جابتها شف الغربة نقاعد غير هنا وخلاص كيف شدرت جيت على الفرونتيار حدادة تاعتويسنت وجداوة مغنية فحت عليها مالقري عساكرتاو عناي خبطوا برصاص وصوالح ليكم ربي إن شاء الله ليكم ربي توما وتببون وشنقا انتوما تببون جي خبطوا برشاتش مصرحيات التحم ولا تمنطن طالع لحدها واحد ليجيان التحم رام يهربوا للاسبانيا وثم يجيقا نعونا بالإحنا الجزائريين رانا نروحوا عندهم ايمبولسيب تسرا انتم وشراكم وخاوتي في هذه المصرحية وشراكم في هذه الخبار قلونا نراكم في التعليقات كما راكم تشوفوا خاوتي رانا وصلنا لنهاية الفيديو وإذا أجبكم اشتركونا في القناة الله يحفظكم هكذا باش مطراتوا حتى جديد وحتى مواضيع جديدة مهم شكرا خاوتي على المشاهدة وسنتقي إن شاء الله مع المزيد من الأخبار ومواضيع إلى اللقاء